أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 13 طائر أوكرانية مسيرة عدد منها أسقط قرب شبه جزيرة القرم والبقي قرب العاصمة موسكو وأشارت الوزارة إلى عدم تسجيل خسائر مادية أو بشرية يأتي هذا الإعلان في وقت تتعرض فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا لهجمات متكررة تكثفت هجمات المسيرات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة واستهدفت خصوصا موسكو وشبه جزيرة القرم وفي هذا السياق حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الشهر الماضي من حرب متجهة نحو الأراضي الروسية معتبرا أنها عملية لا مفر منها وفي إطار هجومها المضاد الذي سمح حتى الآن باستعادة بعض البلدات أكدت أوكرانيا يوم أمس أنها حققت نجاحا جزئيا في بعض المناطق إلا أن القوات الروسية لا تزار تهاجم قرب كوبيانيكس في شمال شرق البلاد